موسيقى أهلا بكم جديد في فضاءات جديدة ضيفتي لهذه الحلقة الفنانة التشكيلية الأردنية إيمان الطرمان تابع حوارنا مع ضيفتي لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد باقون موت كثير والدماء دماء والطائرات على القطاع سماء وعويل موتى في الشوارع لا يرى وبكاء عجز لا يفيه بكاء فالصمت يرقص من حرارة روحه والحبر يضحك والكلام هراء والسادة السفهاء مثل مطية خرساء يعلو ظهرها الدخلاء قالوا وَمَا قَوْلُ السَّفِيهِ مِنَ الْوَرَى إلا نعيب خائف ورغاء نستنكر الإرهاب ثم ندينه فالميتون على يديه سواء صمت مريب خائف صمت لا يستحي والصمت في لغة الحروب عواء والله والله لولا خشيتي من جملة يغتال معناها البسيط حياء لقطعت شكي باليقين وقلتها يسمو على تلك الوجوه حذاء ولقلت مهما بالعقال تزين سيطل من خلف العقال نساء لبسوا ثياب رجولة تبلى كما يبلى الظلام إذا ارتداه ضياء فتأمرك وتصهينوا وتنازلوا باقونك التاريخ يا عملاء باقون ما بقي الزمان دليلنا أنا هناك ويشهد القدماء باقونك الزيتون فوق جبالنا كاللوز يحمل زهره الشعراء باقونك الأشجار إن عصفت بها ريح تساقط حولها الغرباء باقون حتى ينطق الشجر اقتلوا من أفسدوا في الأرض ثم أساء باقون حتى تقرأ الدنيا لنا سفر البلاد فيفهم البسطاء باقون حتى يصدح البوك الذي يصح على نغماته الشهداء بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتاب طابت أوقاتكم بكل خير أنا الباحثة والكاتبة صفاء الحطاب سأتحدث اليوم عن رواية النبطي المنشود وهي رواية تقدم مدينة البترة الفلكية في الأردن من خلال السرد الرواي وتقدم تفاصيلها الفلكية من خلال رحلة البطل معمر ورفيقة المصرية سونيا الذين يعملان في البحث العلمي ومن خلال رحلة مشوقة يعني تتخللها المغامرات وقصة رومانسية تجمع البطلين نستطيع أن نتعرف إلى المدينة كيف بناها الأنباط من خلال اتصالهم بالسماء وكيف كانت هذه المدينة التي لا زالت للآن تنير الحضارة الإنسانية كانت هي درة ونتيجة وثمار لبحث علمي طويل اشتركت فيه كل حضارات المنطقة الرواية تدور أحداثها في البترة فالمكان هو بطل درامي مهم ويستطيع الأبطال التواصل معه من خلال مسيرهم ومغامراتهم بين الجبال وبين الكهوف ويستطيعون أن يستنطقوا المكان وأن يجدوا ذلك الخط الواصل بين الماضي والحاضر ويقدم لنا المدينة وكأنها حية من جديد والربط بين البطلة المصرية والبطل النبطي في مدينة البترة كان له دلالة أن هناك تواصل حضاري ما كان بين حضارات المنطقة أدى إلى ذلك التفوق الحضاري الذي امتد إلى يومنا هذا وليس صحيحا أن كل حضارة كانت منفصلة تماما وإنما هو خط سير للتاريخ الإنساني الذي مر عبر هذه المنطقة وترك لنا كل هذه الأثار التي تبحث عن من يسمعها ويستنطقها ويقدمها للأجيال الشابة بصورة يعني تجعلهم يعرف أنهم من هذا الخط الإنساني الحضاري المهم ويعني أتمنى أن تكون هذه الرواية ممتعة لفئة الشباب التي قدمتها لهم يعني شباب الذين تتراوح عمارهم من 15 إلى 20 الشباب الباحثين عن المعرفة الباحثين عن التشويق الباحثين عن الذات وهذه الرواية قد تسهم في بناء لبنى في معرفة الهوية الخط العربي هذا الفنان الجميل أبدع بعض الخطاطين وقدموا لنا أشكالا جميلة كانت له مساحة جميلة في حلقتي هذا اليوم اليوم يعني شيء جديد ومختلف يعني يحتاجه الخطاطين وخاصة المحترفين يعني هو نحت القلم المعدني نحت القلم المعدني هو بحاجة إلى جهاز يعني هو دريل يعني صغير ورأس القلم كما تعلمون يأتي مدببا أو يعني قد يسقط على الأرض يعني يكون في مشكلة في هذا القلم لذلك سوف يعني نأخذ يعني كيفية نحت القلم نحت القلم يعني أنا قلمي كبير بديه واحد ميلي أنا قلمي أحب أن يكون شكله جميل نحن بحاجة إلى هذا الدريل الصغير وقد يكون فيه أكبر وقد تستخدم أي دريل وفي بعض المناسبة في بعض المرات يعني أن يتعذر عليه ذلك في بعض المرات تستخدم القصبة وتلف بالورق الصنفرة وتعمل يدويا بكثير من الصبر يعني ستفعله وأنا قمت بذلك الآن نشغل الجهاز الآن أثبت الجهاز ونحرك القلم بشكل قوسي بهذا الشكل هذا طبعا شكله في البداية الآن نأخذ هذا الشكل ونحاول أن نكون عندنا تناظر في الجهتين الآن أصبح يعني أكثر نحافة وهذا الشكل العام له يمكن أن نستخدم مقص لقصته أو الكماش يعني نسميها ولكن أنا سأستخدم نفس الجهاز في نحته ونعم بواسطة سنفرة من الكبير إلى الصغير يعني سنفرة عريضة ثم أنعم بحركات مختلفة يعني نسرع ثم أنعم ونجرب الكتابة أصبح القلم زاني أزمل ويعني نجود أكثر ويعني مع التدريب يصبح لديك خبرة أكثر فتبدع أكثر شكرا جزيلا لكم وأهلا وسهلا بكم أهلا بكم مرة أخرى في فضاءات جديدة ضيفتي لهذه الحلقة الفنانة التشكيلي الأردنية إيمان الطربان فاسبحوا لي أن أرحب بضيفتي أهلا وسهلا بك ست إيمان ضيفة على فضاءات وعلى رافدين أهلا وسهلا فيك وحياك الله وأشكرك على هذا اللقاء وأهلا وسهلا بقناة الرافدين أهلا وسهلا حياك الله بقناة طيبة النشأة الأولى لك في مدينة معذبة والمعروف عن هذه المدينة أنها تسمى مدينة الفسيفساء يعني وأغلب المواقع السياحية فيها تحتوي على لوحات فسيفسائية إلى أي مدى تأثرت بخصوصية هذه المدينة مدينة مدينة معذبة تقريبا بسميها مدينة الجمال مدينة الفن هي طبيعيا أو طبيعة جميلة جدا تمتاز بسهول بالخضرة بالزراعة بالحقول الخضرة أخص هلأ بالربيع عبارة عن جنة من جنات الدنيا لكن من قديم الزمان شهرت أنها اشتهرت أنها مدينة الفن أو مدينة الفسيفساء المادة الفسيفساء هي مادة حجرية الفنانين القدماء صنعوا من المادة الحجرية التي هي أصعب مواد جزء التشكيل على لوحات فنية رائعة وجداريات كبيرة جدا تمتاز الفسيفساء هاي بألوان جدابة أو ألوان متناسقة أشكال كانت أنا بسميه مجوز من الفنانين الأوائل المجردين للفن التجريدي أو كيف أن ننبسط الأشياء لأبسط صورة بشكل جمالي لما نشتغل الفسيفساء كأنه فنان تجريدي فنان تجريدي أو فنان تعبيري تجريدي يعني أخذ الجمال بشكل مبسط ونسقه بتنسيق متوازن بألوان متوازنة بإنشاء كويء بإنشاء يعني عظيم وكون لوحات رائعة جدا يعني الواحد لما يتأملها استصعب العمل الآن موجود مع الآلات الموجودة تكسير الحجارة وكذا كيف قبل حوالي خمس تلاف سنة يقدر الفنان المادروي والإنسان القديم يعني موجودة فيها أثار تحمل هذا الجارب من الفن بعمل خمس تلاف سنة؟ تقريباً خمس تلاف تلاف سنة نعم جميل إذن هذه الألوان هذا الجمال هذا الفن انعكسه على الفنان إيمان وانعكس كألوان كتكوين كذاكرة بصرية بالإضافة للأشياء أخرى كانت فيما دبال بيوت القديمة الأخشاب القديمة رائحة الطين رائحة أفران الخبز التعتيق شيء فائق من الجمال هذه الأشياء التي ذكرتها الآن البيت الطين الأفران كل هذه التشكيلات يعني هل تجسدت في أعمالك الفنية؟ هي ذاكرة الطفل طبعاً هو الطفل بيكون عبارة عن ورقة بيضاء المكونات اللي تحيط به بتكون شخصيته بتكون حتى الهوايات اللي عنده وتكون الاهتمامات أكيد يعني كطفلة كنت أمتبه للأشياء هاي وجوز أنه ذاكرتي البصرية كانت أقوم للذاكرة حتى الحسية العادية جميل إذن هذا المزيج من مفردات الجمال في هذه المدينة كما ذكرتي هذه التفاصيل يعني شكلت أو أنها نمت البذرة الأولى للفن التشكيلي في داخل إيمان الطرمان من يتابع مسيرتك الفنية يلمس أن المدرسة التجريدية التعبيرية يعني تلعكس بشكل كبير على أغلب أغلب أعمالك طبعاً هي هاي مرحلة بجوزة المرحلة بعد مرحلة التأسيس بعد المدارس الواقعية والمدارس الأخرى وصلت لمرحلة التجريد التجريد عبارة عن تبسيط الأشياء الموجودة في الطبيعة بشكل أنه أنت تكون متفرد بالتبسيط هذا أنت بتخلق مفردات ما سبقك إلها غيرك يعني بتقدر تتفرد فيها أكثر مما مثلاً تمشي بالمدارس الواقعية أو تقلد المدارس الثانية لأنه حتماً حتماً رح تتأثر ورح ممكن تقلد لكن بالتجريد عندك تفرد تفرد بالإنشاء وحرية حرية باللون حرية بالتعبير حرية بالإنشاء لكن التجريد مش عشوائي التجريد المدروس تعرف وين تحط اللون تحط الإنشاء التوازن ممكن التعبيرات بتسلط على الشكل بتسلط على اللون أكثر من الموضوع لأن الموضوع يتولد لوحدهم من اللون من تكونات اللون المواضيع تتكون لوحدهم لأنه أي خط من البشر تكون البشر لا بد يكون في الطبيعة طيب التصور العام عن الفن التجريدي والتعبيري هو يعني عشوائية الأشياء عشوائية الألوان أنت الآن قلت يجب أن يخذ عن دراسك أو هكذا نحن كمتابعين عندما ننظر لللوحة أو للعمل لا بد يكون فيها جمالية ننظر بغض النظر وحيانا الأشياء العشوائية عندما نظر نخرج إلى الطبيعة الطبيعة الأشجار الحجر كله بشكل عشوائي لكن هو جميل جدا بحيث هو متوازن أشوائي بجزء بناظرنا لكن بالأصل بيكون متوازن نعم أتحدث عن الدراسة قلت يجب أن يخذ عني دراسة فكيف يخذ عني دراسة التجريد لا بد أنه دراسة دراسة بالنسبة للفنان المتمكن ما تأتي من الاستعداد والأشياء المتصورة اللي بتكون مجردة الدراسة بتيجي من تجارب الفنان لما يبدأ في اللوحة هل هناك ضوابط محددة للفنان؟ طبعا طبعا أنا أتحدث عنها شوائية عندما ننظر إلى بغل هي مكونات اللوحة مكونات اللوحة المعتبرة واحدة لا بد أن يكون في توازن لا بد أن يكون في إنشاء قوي لا بد أن يكون في موضوع لا بد أن يكون في توازن بالشكل توازن باللون لا بد أن يكون بناء قوي إلها جميل الحديث عن اللون عندما ننظر للوحة نحن غير المختصين لكن ربما لدينا درايا أو معرفة بسيطة في الفن التشكيلي الإشكال عند المتابع عند المتذوق الفن في الفن التجريدي هذه رسم الأشياء بعيد عن الواقعية الألوان يعني كيف أختار اللون الأحمر مع اللون الأخضر مع الأصفر مع الأبيض قلت لك أحيانا ننظر إلى اللوحة نشعرك أنه هناك أشوائية لكن بعد تركيز وتأمل تظهر أمامنا الأشياء أشياء مجسدة أنا كيف أنك تعمل حال التوليف هي السر في اللوحة التجريدية كل فنان له بصمة خاصة بالتجريد فش فنان بشبه تاني وإذا كان فنان متميز بدي يكون متميز بتأليف اللوحة كلون تناسق لوني توازن موسيقى حركة كل متكامل باللوحة العشوائية اللي بتحكي عنا بالنسبة لنا إحنا مش عشوائية أنا كمتابع مثل ما أخرج للطبيعة يعني الآن خاصة في فترة الربيع أنه الأرض مرج أخضر وهناك زهور طبيعية شكال تنسيق رب العالمين تنسيق رب العالمين سبحانه وتعالى نعم نحن نشوفها موزة أحيانا الحجر الجبل الأرض يعني هي أدوات أدوات الطبيعة ننظرها أنها بشكل أشوائي لكنه عندما نتأمل نرى المشهد لوحة جميلة جدا أنا ليس اتهاما أحيانا أشوائية تعطي جمالا أكثر من من التنظيم مرات العشوائية أو الصدف بتخلق أغلب الأختراعات كانت من الصدف ومرات كثير الفنان بيعمل حركة في اللوحة الصدفة بيبني عليها لوحة بتكون طيب الآن أنا سؤالي أعضر من اللي كان وخططها كيف كيف يكون التوليف عندك أنت هي لحظة أنت كشاعر لما تألف قصيدة نعم عندك مجموعة حروف نعم كيف بتألفها؟ مؤكد أنا عندي الفكرة في دهني أو أنه أحيانا تولد الفكرة من خلال مشهد أراه من خلال شعور من خلال حزن من خلال فرح هي شعور بس الأدوات وأدوات اللغة نعم كذلك الفنان اللون عنده لغة وعنده أدوات شو اللي بي يعبر فيه بيختار اللون اللي بيقدر يعبر فيه نعم فيه ألوان أنا ضد أنه مثلا الحزن لونه أسود نعم أو أنه الفرح لونه أحمر هي 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 أشياء تخرج من داخل الفنان كل فنان له نون معين يعبر فيه عن أشياء اللي خاصة فيه الآن بالنسبة لي أنا لوحاتي مرات تعبر عن الحزن لكن بألوان براقة لأنه إحنا بدنا نخلق من الحزن هذا أمل يعني هو استثمار اللون الآن حضرت قلتي اللون الأسود غالبا ما يأخذ فيه في مفهوم الناس أنه لون الحزن معنى اللون الأسود عبارة عن كل الألوان الموجودة في الكون بضبط مخلوطة لكن أحيانا نحضر يعني مناسبات حفلات مؤينة نرى أجمل الألوان في الملابس يعني هو الأسود أكثر هيبة أكثر حضور أكثر لفت لفت الأنظار لكن الآن أنه كيف نستخدم هذا اللون هو هكذا أفهم منه حال هي عبارة عن مثلما بيحكوا تقاليد للمجتمع وأعراف فيه ناس بيعبر عن الحزن باللون الأسود فيه شعوب بتعبر عن الحزن باللون الأبيض يعني هي اختلاف المشاهد من دون الحرص على تقديم فكرة ما يعني المهم عند أن يعني يوالف الألوان بشكل يلفت نظر المتابع ويبهر بهذا الموضوع دون أن أن تكون هناك فكرة هي البهار ولفت الانتباه هي رسالة إذا وصلت الرسالة هاي وصلت رسالة الفنان هو اللوحة هي واحة واحة للنفسية للإنسان حتى يرتاح فيها نفسيا نعم ممكن أنه الوحة هاي يقرأ فيها ممكن يفكر فيها وممكن يتأمل فيها وممكن يعمل ريلاكس لنفسه فيها ما يفكر ش بأي إشي مجرد أنه طردت الأفكار السودوية براسه هاي هاي رسالة يعني أنت مؤيدة لهذا المنهج أنه فقط توليف ألوان دون أن تكون هناك أجسام مجسدة وأشكال مجسدة من السعادة هاي رسالة للوحة اللوحة لها رسالات زي اللغة رسالات كبيرة ورسالات عديدة منها تعبير ومنها تأثير نفسي راحة نفسية تجرب السعادة تجرب مرات تأمل تجرب مرات الحزن هي عبارة عن لغة كيف اللغة لها تأثير هل اشتغلت على هذا النوع من اللوحات هي بتيجي عشوائية مش عشوائية بتيجي تلقائية إذا أنت أيتيني بالعشوائي هي بتيجي تلقائية من الفنان يعني هي بتيجي من روحه من البصمة الخاصة فيه نعم مش من يعني اللوحة أغلبها مو دراسة هي الدراسة بتيجي بعد ما تمسك الرشة نعم بعد ما تمسك اللون اللون مرات بوديك لمطارح ومواضيع ما كانت خاطرة ببالك يعني هي ترجمة أغلب الأحيان لللاوعي يعني ممكن أن تستثمر الألوعي فقط دون إظهار فكرة معينة فقط تكون الرسالة كما فهمت من حضبتك ما تكون الرسالة جيما أنا حكيت التجريد اللي بيكون مدروس يعني بيكون عناصر اللوحة الباقية فيه من التوازن من اللون من الإنشاء من البناء من الحركة ومن الموسيقى كلها موجودة في اللوحة هاي يعني مش خطوط أو ألوان خبطت من غير ما فيها من غير ما تكون راح الفنان فيها إذن إذن توليفة الألوان تكون بوعي آه طبعا لازم تكون في الوعي جميل نكمل بعد الفاصل مع بطا فاصل قصير ثم نعود فابقى وعنا أهلا بكم من جديد في فضاعات جديدة ضيفتي لهذه الحلقة الفنانة التشكيلية الأردنية إيمان أبطرمان فاسمحوا لي أن أرحبا بضيفتي أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم مرة أخرى كنا أتحدث عن اللون وبعض الفنانين قلت لهم منهج أنه فقط اللوحة عبارة عن ألوان دون تجسيد أشكال معينة أو فكرة معينة وقلت أنه يعني هناك رسالة للفنان وممكن فقط أنه يوصل البهجة أو السعادة أو السرور للمتلقي وجميل يعني هناك رسالة أخرى للمبدع الأصيل الذي ينصهر في قضايا أمته ووطنه يجسد ذلك في إبداعه سواء كان شعرا أو نثرا أو أو فنا فكيف تفاعلتي ونحن الآن يعني نعيش يوميات هذا العدوان الصهيوني المجرم على أهلنا في فلسطين بشكل عام وبخاص في غزة كيف أنت الفنانة تشكيلية تفاعلت وتعاملت مع هذا العدوان؟ مقدار الألم ومقدار الوضع اللي حاصل في غزة ومقدار الظلم لا يستطيع أي بشر أن يعبر عنه بأي نوع من الفنون أو أي نوع من الأدوات كل الفن وكل الشعر وكل الموسيقى وكل أي شيء بالدنيا أو أي تعبير إنساني ما ممكن يوصل لمدى الألم اللي موجود في غزة لمدى ألم الطفل يتسال أين ماما؟ أين بابا؟ أي قصيدة، أي شعر، أي لوحة ممكن تعبر عن هذا الألم لذلك مهما اجتهدنا ممكن نعبر عن جزء بسيط جزء من لوعاتنا من خوالجنا الداخلية شو إحنا منشعر؟ طيب، نتحدث عن هذا الجزء البسيط من الإبداء أنا قلت الآن المشهد الأدبي يعني الآن حقيقة يعني متوهج مع القضية الفلسطينية سواء في الفلسطين، متوهج، متألم، خلق كله طبعا أنا أقول مشتعل مع المعركة سواء في الأردن، سواء في فلسطين، في الشام، في الخليج، في العراق، في مصر، في المغرب العربي، في كل مكان الآن أنا أريد أن أركز الأضواء على الفن التشكيلي ولا لتجربتك الخاصة نتحدث عن اللوحات التي تناولت هذا الوجع الفلسطيني إذا بحكي لك إشي أنا أنا رسمت لوحات بخلال المرحلة هاي لكن ما كان قصد غزة أبداً لما كانت تكمل أو أنه أبدا فيها ما كانتش ببالي أنه أرسم عن الحرب أو أرسم عن غزة لكن تلقائياً لما خلصت كانت تعبيرية قريبة من الواقع عن الأحوال في غزة لوحة الأم اللي حاملة أشلاء ابنها، نظرة الرعب في وجهها، للظلام اللي كان فوق راسها، للدم اللي يتناثر في الأشلاء هاي لوحة، اللوحة الثانية عبارة عن طفل بملابس براقة وجميلة وعبارة عن شهيد نعم شهيد بأرض مرقاة كلها سواد يعني عندما تجلسين أمام اللوحة هكذا أفهم لم يكن هناك في ذهنك فكرة أنك ترسمي عن الحرب لكن لا إرادياً لا إرادياً انسقتي إلى هذا المشهد؟ نعم نعم رسمت لوحات عديدة من هالأقصى الأقصى يعني في حالة زلزال حاملينه لكن حاملينه في قوارب نجاة مجموعة من المحاربين أو مجموعة من المجاهدين واضعين الأقصى في قوارب نجاة مع الأم العملاقة اللي كانت بجنب الأقصى بتشد فيهم تعبير هي تخرج من اللاوعي لأن اللاوعي الموجود عندنا الآن هي الأحداث في غزة أحياناً لا وعي أيضاً يكون عند المتابع المتلقي الذي يشاهد اللوحة أحياناً يجد أشياء أو يرى أمامه مجسمات كأنها توحي له أنها انعكاس لهذا المشهد لا أنت لما تشوف لما تشوف رطوبة يعني ذا سمحت لي هناك لوحة أنا عندما طلعت عليها لكي يعني أمامي ألوان متداخلة لكن عندما تأملت باللوحة بعمق رأيت أمامي كأنه هناك كاميرا تلفزيونية رأيت كأنه أعمدة خرسانية لبناء مهدم هناك تشابك القضبان الحديدية التي تجردت من الخرسان أوحت لي أن هذا المشهد هو مشهد غزة لأنه نحن شفنا في أكثر من مرة منها مسجد في رفح أنه باقي واقف على أعمدة لكن المهدم السقف والخرسانة يعني القضبان الحديدية مجردة من الخرسان كأنه بدأ لهذا المشهد من خلال هذه اللوحة هل فعلا أنا قرأت المجسمات في هذه اللوحة أم خيالي أخبني هذا المشهد؟ هي الجمالية في اللوحة التجريدية أنها غير مباشرة في التعبير يعني ممكن الفنان يقصد شغله ولأنه لأنها مش مجسمة تجسيم واقعي المتلقي يسرح بخياله فيها ويوجد أدواته ويبني قصص عليها لذلك السحر في الرسم التعبير التجريدي أنه بيخلي حرية لكل إنسان يتصور الشكل أو القصة بخياله لهذه اللوحة وممكن يجد أدوات لو أنت لما مرات تطلع على حائط كله أرطوبة تخيل لك أشكاله وخيالات كل إنسان يتطلع على الجزء هذا ممكن يتخيل أشكال وخيالات غير عن الثاني الإنسان العادي يتذمر من هذا المشهد رطوبة وكذا يبحث عن من يوصل هذا أما الفنان ينظر أنه لوحة لذلك عين الفنان لا يتمل يعني يشوف بالحجارة جماله يشوف بالأسطح جماله يشوف حتى بالنفايات وألوان النفايات يشوف فيهم جمال في لوحة شوفت منظر نفايات على الشارع وبس كانت ألوانها براقة صورتها وعملت لوحة يعني هاي خاصية الفنان ونبخلق من الأشياء العادية بعملها أشياء جمالية وغير عادية نعم جميل المشهد الفني الأردني والعربي يزدحم بالأعمال الفنية التي تناولت القضية الفلسطينية هذه الأعمال هل استطاعت أن يعني تحديدا الملسق الصوري هل استطاعت أن تؤثر في الوعي العام خاصة عند الغرب لتغيير معادلة الصراع بين الكيان الصهوني والكيان الصهوني المحتل والمقامة الفلسطينية؟ لا أظن أنها غيرت وما أظن أنها أثرت لأنه كانت عندهم المجتمع الغربي عندهم التقافة بالغير بسيطة جدا وضئيلة جدا يعني أنا تجربت وخالطتهم مجتمع متقوقع على ذات وبيهموا نفسه بهموا الأشياء اللي بتهموا الموجودة عنده يعني الإلت الناس النقبة ممكن تتم بالفن العالمي لكن لناس كعوام الشعب التقافتهم جدا بسيطة لكن الآن نلاحظ في بلدان الغرب هناك تظاهرات كبيرة وآسرة جدا حالة رفض حالة ضغط على الأنظمة السياسية حتى بعد الأنظمة السياسية الأوروبية غيرت موقفها إلى حد ما لعملة غزة أنها هزت المجتمعات هاي هزتهم أن حكومات كل تدعي الدموقراطية وتدعي الإنسانية أنا بعيدة عن الإنسانية الدم الفلسطيني يعني تقصدين أن مشهد الحرب هو اللي حرك العالم هو اللي حرك العالم أكثر من الملسق أو اللوحة أكثر بكثير نعم الدم الفلسطيني المنتور على أرض غزة هو اللي حرك العالم حرك الضمير الإنساني حرك المجتمع الغربي غير نظرته للعربي المسلم هناك رسوم ولوحات لفنانين أو رسامين من الغرب أو صحفين يعني مختصين بالكاريكاتير يعني عملت لهم مشاكل رسومهم التي كانت رافضة للحرب وإيضا اللي شهر بيكاسو لوحة جرنيكا اللي تظهر جرائم الكيان الصهيوني نعم لوحة جرنيكا اللي شهرت بيكاسو وهي عبارة عن فضائع حرب يعني نعم لكن هم بيهتموا بحربهم هم بمأسيهم هم بيكاسو لكن هي زي ما حكينا الدم للنتر في غزة صح الضمير العالمي صح أنه هناك في ناس في شعب مظلوم جميل لكن هذا اللي تحدي عنها لجرنيكا لبيكاسو التي رسمها أثناء الحرب الأهلية وتدمير هذه المدينة الآن تستخدم من بعض المنظمات الإنسانية التي تتآذر مع الشعب الفلسطيني مع هذه القضية ودائما تستخدم استخدمت هذه اللوحة كتعبير لرفض العدوان والتعبير الفني عموما أو التشكيل أكثر شيء بعبر عن مآسي الإنسان الإنسان اللي عنده ضمير اللي عنده وعي لكن لما تكون مطموص عليه أنه هذولا الشعب مجرمين أو هذولا الناس بصير بر لنفسه يقول هذولا يستاهلوا تسمع كثير من السياسيين الغربيين أطفال بتموتوا وإشي واضح لأي إنسان أنه هذول مظلمين لا هذول إرهابيين يستاهلوا من الطلاق المعركة الأولى أو المواجهة الأولى كان هذا موقف الأنظمة السياسية الغربية أنها كانت مع الكيان الصهيوني قلبا وقالبا وتصريحاته ماضحة أن الكيان الصهيوني له الحق في الدفاع عن نفسه لكن فيما بعد عندما رأوا هذه الضغطات الجماهيرية هناك تغيير في المواقف على مستوى مستوى الشعوب حتى على مستوى القيادات السياسية بعضها طبعا خفف من الخطاب العدائي بعضها لا يعني رأينا أنه مثلا إسبانيا الآن يعني موقفها غير موقف مثلا إسبانيا بريطانيا أو برازيل أو برازيل إيرلندا مثلا جنوب أفريقي قدمت شكوى إلى محكمة العدل الدولي سيدوني ما شاركوا مباشرة في الحرب اللي شارك مباشرة في الحرب لحد الآن منها ألمانيا ومنها بريطانيا هناك مسؤولون طبعا رضا من هذه الصحة سياستهم مرتبطة مع الكيان سواء كان ظالم أو مظلوم نعم مؤكدهم ومع الكيان الصهيوني ظالما أو مظلومة لكن أنا قلت أنه في البداية أمريكا حركت أساطيلها لا التحرك بالشارع الغربي أكثر بكثير من بعض الدول العربية نعم أنت المليونيات اللي بتطلع في لندن طلعت في أي بلد عربي محنا هذا هو هذا الذي نتكلم عنه نحن الآن نقول أنه هذا هاي مش هل نحكي بصراحة نعم من الصورة نعم الصورة هي اللي حركت الصورة أول شي لكن يكون الصورة التلفزيونية أنا أحدثت أيضا عن الملسق الصوري والدم للمسار مؤكد هو صورة الدم وأكد اللوحة هي ترسم صورة الدم صورة الطفل صورة البنار هي الصورة صارت أبلغ من أي لغة نعم يعني بعض النقاد يرون أن هناك نوعا من التنافس في الفن التشكيلي بين الرجل والمرأة يعني أنت الآن كفنان تشكيلية ضمن المشهد الفني هل تلمسين هذا التنافس وكيف تقيمين مستوى المرأة في المشهد التشكيلي هي كي أي شي بالدنيا بين الرجل والمرأة منقدر نحكي عنه مش تنافس نقدر نحكي عنه تنوع بالأفكار تنوع بالرؤى تنوع بال... لكن هي تكاملية بالماضي ممكن كان نشاط المرأة خفيف بالفن لكن الآن بجوز نجد أنه عدد الفنانات بجوز أكثر من عدد الرجال الآن التنوع في المواضيع في تعبير تختلف عن طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل الرجل معروف شو اهتماماته ومعروف أنه الأشياء اللي بيهتم فيها أو طبيعته تختلف عن طبيعة المرأة بتحب الأشياء الجمالية الرقيقة التعبير الإنساني المفي عنف الأشياء الأقرب لطبيعة المرأة هو عبارة عن تنوع لكن فيه تكامل يعني مش إنه قصة تنافس تنافس بيجي بين الفنان وفنان ممكن فنان وفنان ممكن تنافس عبارة هو طريق للإبداع يعني بس التنافس اللي يكون تنافس نا احنا إذا عرضنا أن نقيم مثلا المستوى الفني للفنان الرجل المستوى الفني للمرأة الفنانة يعني كيف نقيم مستوى المرأة بعض النقاد رأوا هذين الخطيين أن هناك نوع من التنافس ربما في ذاكرتهمهم قد لا يعني أنت وأنا قد لا نرى هناك تنافس لكن الناقد الفني هو عمل إنساني أو هكذا أراد أن يبلور الفكرة والحديث هو عمل إنساني أن هناك تنافس عمل جمالي وداعي كيف تنظرين إلى مستوى المرأة في المشهد التشكيلي لا ما في مستوى مرأة أو مستوى رجل في مستوى لوحة في مستوى فن وغير مستوى فن رفيع قوي جميل نعم ومستوى فن رديء ممكن يجي من المرأة وممكن يجي من الرجل نعم هي التنافس في نوعية الإبداع في قوة العمل في رسالة العمل في أجزاء العمل أكثر منه بين ذكر وبين أنت نعم لكن بالنسبة للإهتمامات بالنسبة لمجموعة المواضيع ومجموعة المواضيع اهتمامات المرأة تختلف عن اهتمامات الرجل ولا يعني أن هذا أفضل من ذلك كأي أدب الدنيا دائما لوحات التي دائما لوحات التي لها ثمن عالي في المتاجر الدولية على مستوى الفن التشكيلي والرسم دائما تعود إلى رسامين رجال لم نسمع هناك لوحة خذت مدى وصدى كبير لرسامة هذا بالماضي لكن بالحاضر عدد الفنانات مجوز أكثر من وليس منطلق انحياز الرجل لا 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 مش انحياز هي واقع وجد لأنه كانت المرأة بالمهام الموكولة إليها كانت مهام رهيبة ما في عندها وقت حتى لو كان عندها إبداع أكثر من رجل أنه تجسد هذا الإبداع في عمل نعم أنه انت بتعرف الأشغال الأشغال البيتية وكانت كلها ما اعتمد على المرأة يعني ما كان عندها الأخرار لكن هي موجودة الآن موجودة في المشاة التشكيلة الآن أهلا 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 كثير الحياة سهلة المرأة تكون عندها تفرغ وعندها مجال إنها تبدع بالتعليم جميل أذن نعم الآن هناك لوحة تكون لفنانة تأخذ صدى موازي لما نسمع من خلال لوحات التي تعرض في المعارضة الدولية للرجال شكرا لك الفنانة التشكيلية الأردنية الإمام شكرا لك شكرا لك والله أهلا وسهلا فيك شكرا لك شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسنا المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستبدعكم الله والسلام عليكم شكرا لك